عقد بمدينة المكلة اللقاء الموسع لعلماء ودعاة حضر موت لمواجهة المخاطر التي تهدد المحافظة والحفاظ على أمنها والسقرارها وخلال اللقاء ألقى محافظ حضر موت واللواء الرقم فارج سالمين البحسني كلمة أكد فيها أن الاجتماع يأتي انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية الملقاة على عاتق السلطة المحلية وحرصا منها على جمع الكلمة ورص الصفوف لمواجهة الاعتداءات الغاشمة التي تشنها الشردم الحوثية المارقة إذ راع إيران في المنطقة والتي انقلبت على شرعية وأهلكة الحرثة والنسبة في بلاد الأمن والإيمان داعيا الجميع إلى ترك كل الخلافات الفرعية جانبا والتفرغ لمواجهة الميليشيا الحوثية وسعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار لبلد الإيمان والحكمة كما دعا علماء حضر موت وكافة المكونات السياسية والحزبية والمدنية إلى الوقوف صفا واحدا لحماية حضر موت وأمنها واستقرارها مؤكدا على موقف سلطة المحلية الثابت والراسخ لشرعية الرئيس المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية وأن سلطة المحلية تثمن وتقدر كل الجهود التي يقوم بها الرئيس في سبيل القضاء على الانكلاب وإعادة الشرعية الدستورية موجها الشكر لدول التحالف دعمهم المستمر للشرعية والشعب اليمني في نضاله ضد الميليشيا الحوثية وتخلل اللقاء عدد من الكلمات أكدت فيها أو أكدت على أهمية توحيد الصف ضد العدو الذي يستهرف العقيدة والهوية من خلال تحريف عقيدة أهل السنة والجماعة ونقل هوية العروبة إلى الفرس يقول الله عز وجل واعتصبوا بحب لله جميعا ولا تفرقوا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة أن يظل مع الجماعة من شدة شدة مصارف النار انطلاقا من المسؤولية الدينية والمسؤولية الوطنية المنقا على عاتقنا وحرصا مننا على جامع الكلمة ورص الصفوف في هذا المرحلة العصيبة لمواجهة المخاطر المحيطة بنا والتي تستهدف أمتنا العربية والإسلامية وعلى وجه الخصوص الاعتداءة الغاشمة التي شنها شردم الحوثية المارقة ذراع إيران في المنطقة والتي أهلكت الحرث والنسل في بلاد الأمن والإيمان والتي تسعى بكل ما أوتيت من قوة للسيطرة على كاف التراب هذا الوطن الغالي على قلوبنا فقد قامت هذه الجماعة الأرهابية بالاعتداءات العدوانية على مؤسسات الدولة اليمنية والانقلاب على الشرعية الدستورية ثم الصولان على بعض محافظات الجمهورية بهدف السيطرة وغرص بعض المفاهيم المخالفة لتعاليم دينا الإسلامي الحنيف من سبا للصحابة رضي الله عنهم وتفجير منازل الآمنين واستهداف طلاب العلم وتهجير كثير من أهل المدن من مناطقهم ناهيك عن عمليات الاغتياز والقتل والتشريد لكل من وقفا ضد نشر هذه الأفكار لذا كان نزاما علينا أن ندعو لعقد هذا اللقاء الاستثنائي الموسع على ورثة الأنبياء وصفوة الفضلاء وهم أهل العلم سرج البلاد ومنار العباد وانأمر الله بالرجوع إليهم في أوقات النوازل والفتن أهل العلم مقاذة الأنام والعارفون بأحكام الحلال والحرام فالرجوع إليهم والصدور عن أمر أمانا من التخبط والانحراف فلا خير في أمة لا تحترم علماءها وذاتجا كبراءها ترجمة نانسي قنقر